الحلتيت أو الحنتيت معروف برائحة القوية والطعم الغريب مفيد للجهاز الهضمي والطرابات المعدة يخفف أعراض القولون العصبي مفيد لمشاكل الربو والسعال يستعمل في الرقية الشرعية الحلتيت أو الحلتيت أو صمغ الأنجدان وهو عبارة عن صمغ يستخرج من نبات شجرة الكلخ يتميز بمرارة طعمه ورائحته النثنة الكرهة وذلك بسبب احتوائه على نسبة عالية من الكبريت التي تكسبه الرائحة القوية المنثنة تعرف أجود أنواعه من لونه شفاف المائل للحمر في حالته الصلبة أما إذا أذيب في الماء فإن لونه يتحول للأبيض النقي وهو يشبه إلى حد كبير مادة المر في مكوناته بفرق وجود مادة الكبريت فيه بكثرة يستخدم الحلتيت بكثرة في المطبخ الإيراني والهندي كنوع من الثوابل كما يستخدم لحفظ أصناف من الأغذية والعطور لما يحتويه من مواد حافظة طبيعية تساعد على حفظ المواد لفترات طويلة تركب الحلتيت من البروتينات والكاربوهيدرات بنسبة جيدة الريبوفلافين والكاروتين والنياسين ومجموعة من المعادن الضرورية لصحة وظائف الأعضاء ومن أهمية الكوليستيرول عفوا الكالسيوم والحديد والفوسفور فوائد الحلتيت هناك عدة فوائد الحلتيت منها أنه يعتبر الحلتيت مضادة للفيروسات ومقاوما للعديد من الأمراض التي يسببها وخصوصا أمراض البرد وكالرشح والإنفلونزا يحتوي على مضادات الأكسادة التي بذورها تحارب الجذور الحرة المسببة للسرطان يعد من الأغذية الفاتحة للشهية لذا فهو مفيد للأشخاص الراغبين بزيادة وزنهم وتخلص من مشكلة النحافة لديهم يعتبر من علاجات الفعال للأمراض السعال الديكي واحتقان الصدر ويطرد البلغم ويحارب الديدان التي تعيش في الأمعاء ويطردها فيفيد في التخفيف من الألام الطمثة والنفاس ويساعد كذلك على التخلص من مشاكل المعدة والأمعاء كمشاكل عسر الهضم وكذلك الطلبات القولون كما أنه يعالج حالات التسمم الغذائي ويعالج انتهابات كل من الكبد والكيلي وينشط ووظائفها يعالج البواس الخارجية بحيث يضعفها ويجففها كما يساعد على إضاء إدرار البول شرفكم الله وضم الحيض وذلك بأخذه مع المر والفلفل ويشفي طانين الأذن والصمم المزمن عن طريق غليه جيدا بالزيت وتركه يبرد تماما ثم يصفى وتقطر به الأذن إلى أنه اشتشفى تماما طريقة استخدام الحلتيت لعلاج الطرابات المعدة نستخدم كمية بسيطة من الحلتيت المطحون مع الطعام بحيث نرش عليه كالتوابل تماما أما أن نذيب قطعة صغيرة منه في كوب من الماء الدافئ ونتناوله بعد الوجبات مباشرة طريقة ثانية هي لعلاج الطرابات الجهاز التنفوسي نصنع عجينة من مسحوق الحلتيت وذلك بإضافة قطرات من الماء إلى ملعقة من المسحوق وثم نمد هذه العجينة على الصدر المريض ونتركها حتى تجف تماما وهذه الطريقة تعد فعالة في التخلص من السعال ونستطيع أيضا مزج مسحوق الحلتيت وبودرة الزنجبيل مع ملعقة من العسل وخلط المكونات جيدا وإعطائها للمريض ثلاث مرات على الأقل لتخلص من أمراض الربو والسعال الديكي إذن كانت هذه بعض الفوائد الخاصة بالحلتيت إذا أعجبكم هذا الفيديو اشتركوا معنا في القناة واضغطوا على زر الإعجاب وأكتبوا لنا تعليق واقتراحتكم وملاحظتكم وإذا كانت لديكم أي نبتة تريد أن نتحدث عنها فاكتبوا لنا كذلك اسمها في التعليق وسوف أخصصوا لها فيديو إن شاء الله أشكرككم على المتابعة وننتقل في فيديو آخر مع السلامة أشكرككم على المتابعة